أستاذ عبدالله يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبدالله الله يخليك ذلك دكتور عم فضل ونعم الحمد لله الله يبارك في حضرتك وفي أولادك بفكير دايما يا رب الله يرضى عنك وبارك في جسمك اللهم يميل عاجت الحضرتك بالنسبة لقانون الخلق ما له وما عليه دلوقتي مثلا ده ينفع برنامج ده ده ينفع برنامج مستقل ده بس ده أنت حضرتك برنامج فعلا مستقل أيو أيو طيب بس بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اتعمل على فكرة يعني فكرة أن قانون الخلع ملأ وملأ عليه أنا حضرت أثناء أعداد قانون الخلع قانون الخلع ده أخذ نقاشات ضخمة جدا 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 من كافة المستويات المستويات الشرعية والمستويات القضائية والمستويات الاجتماعية والمستويات النفسية وعشان كده أنا أقولك مثلا ملاحظة إحنا شفناها مثلا بسبب قانون الخلع تلات تربع القضايا اللي كانت مرفوعة للطلاق بالضرر والستة ما بتقدرش تثبت الضرر فيها تحولت إلى الخلع وأنا بقولك النسبة دي كده طب ليه؟ ستات كتيرة لكن بتتضرب وبتتبهدل وبتاخد فلوسها وجوزة مضمن وهي مش قادرة تثبت الضرر اللي وقع عليها لأسباب كتيرة فإيه اللي حاصل؟ فراحت الخلع هل أنا كده بقولك إن قانون الخلع ده هو الحاجة اللي بتحل المشاكل الستات كلها أو بتحل المشاكل الجواز كلها ما بقولش كده بس أنا عايز بس عشان أنت سألتني عن ما له وما علي لكن أنا بكلمك عن وصف الحال اللي حصل يعني أنا دلوقتي مش بكلم على ما له وما عليه لكن أنا بوصف لك الوظيفة الذي يقوم بها قانون الخلع الآن لأن بلا شك أقولك حاجة أنا مرة كنت فلاجنا من اللجان اللي كانت مسؤولة عن بعض الأمور التي تتعلق بملف الطلاق حد كريم اتصل بيه وقال لي أنا وراي عشرين مليون رجل عشان مسائل الرؤية وفي الناحية التانية الستات تقول الله الناس بلا شك إن الناس عندها مصالح وبيقع عليها أدرار من بعض الأشياء لكن ده مش معناه إن احنا نسيب المفسدة الكبيرة من غير ما تتحل وعشان كده أنا بقول لحضرتك لاي حاجة ممكن يكون فيها متضررين هيكون فيها متضررين ليه؟ وذلك احنا بنتبع الناس إنهم يكونوا أمناء ما يحاولوش المسألة إلى قضية ولو الناس كلها تضج والألم والوجع يوجع الناس وبعدين لما يتدخل المسؤولين عن المجتمع والمسؤولين عن أمن المجتمع بحل المشكلة ييجي بقى الناس اللي يعيني كانوا مفروض يقولوا الناس يا جماعة بلاش كده يا جماعة اهدو بلاش يا ست تخلي جوزك يشوف ابنك ويا راجل خلي ما تخطفش الولد من الست كانوا لازم يقولوا كده عشان لما تصدر القوانين عشان بارتكاب بماذا؟ بتحقيق أعظم مصلحتين وتجنب وأعظم مفسدتين فده اللي بيحصل لكن فيه ناس بتتوجع وتتألم طبعا بس قال ده معنى كده إن احنا ما ننفس ده لا وعشان كده رسول الله سلم أنا لسه ذكر حديثك الرسول الله بيحذر البنى آدم بيقوله على فكرة مش بالقوانين بس سيادة القانون هي أهم مكون من مكونات الأمان المجتمعي لكن الأخلاق كمان داعم لسيادة القانون فالناس لازم يكون عندها أخلاق الست ما تجيش تخلي مثلا الخلع سيف مسلط على لقبة الرجل ليس من الدين ده بس الرجل كمان ما يجيش هو يعود يضرره ويرشوف قللت الديانة راحت تختلع بدون سبب بلاش كده بلاش الطريقة دي فإحنا بنا ندعو الناس للاعتدال وإنها تتقل ليس سبحانه وتعالى في المسألة وربنا نساء الله يجعل إن شاء الله الخير والصلاح في هذه الأيام المباركات يدعو جميعا أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح ذات البين لأن في الحقيقة إحنا وضعنا الوضع في مسألة العسرة وضع حرج ما بحبش أستخدم كم بس هو وضع حرج فعلا محتاج لكل واحد فينا أن هو ينتبه وزي يقولوا كده يحطوا عقله في راسه